حيو الهجل مغمراتي يا حيو هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا متابعين الكرام ينطلق شوطنا العاشر في المجموع وهو شوط الختام يودع سباغ هذا اليوم من أشكر اللي جاء المنظمين لهذا السباغ والمشاركين والمتابعين على حسن التنظيم والمشاركة والمتابعة في هذا الصباح نذهب إلى المقدمة بعد ما تابعنا الشوط الماضي الذي ذهب من نصيب راهي سعيد مسلطان بن ميريل الأكتب يسجل أربع دقائق 48 ثانية أذهب إلى المقدمة وتابع الشاهنية خلف بن سالم بن خلفان بن راشد النائلي بينما المركز الثاني الغدوم في هذه اللحظات والوصول من قبل الشاهنية علي بن حمود بن صغي بن حمود علي نيبي بينما المركز الثالث شقرة محمد بن زفنة بن لويهي العفاري المركز الرابع الغدوم في هذه اللحظات على رابع المراكز من قبل ريمة معضد مسال بن عواد النعيمي وهنا التسلل في هذه اللحظات الغدوم من قبل خلابة المنذر بن عبد الله بن الخميس الهاشمي الذي يقدم خلابة في هذه اللحظات شوف الأسماء الأخرى يمصورنا تابع كافة الشعارات وم بعد ذلك نرجع إلى الصدارة إلى الصراع الذي يدور مع المركز الأول الشاهنية خلاف بن سالم بن خلفان بن راشد النائلية الذي يقدم هذا الاسم على المركز الأول في هذه اللحظات وهذا الانطلاق المركز الثاني شعني علي بن حمود بن صغير علي نيبي يقدم هذا الاسم في هذه اللحظات الرائعة والمتميزة إلى أين الشوط إلى أين الانطلاق في هذا الاندفاع الرائع ما شاء الله تبارك الله الشاهنية خلاف بن سالم بن خلفان بن راشد النايلي الذي يقدم هذا الاسم على المركز الأول مركز الثاني شقرة محمد بن زفن بن لويهي العفاري الذي يقدم شقرة على المركز الثاني في هذا الاندفاع الممتاز والثالث هناك القدوم من قبل الشاهنية علي بن حمود بن صغير علي نيبي بدأينا في التحديات بدأينا في الانطلاق الرائع والمتميز يلا أين الشوط يلا أين الانطلاق ما شاء الله تبارك الله على هذا العرض الجميل في هذه اللحظات الممتازة الكيلو الأخير الكيلو المتر الأخير الكيلو الحاسم الذي يحسب الموقف الشاهنية على المركز الأول الشاهنية على الصدارة خلاف بن سالم بن خلفان بن راشد النايلي على المركز الأول في هذه اللحظات المركز الثاني القدوم من شقرة محمد بن سافنة بن لويهي العفاري والثالث هناك القدوم في هذه اللحظات من قبل ود عواض بن مبارك بن حمود القنوبي لأكر الصدارة شوف التحدي شوف العرض المميز العرض بدأ ما شاء الله تبارك الله بدأت السرعة بدأت السرعة بدأت السرعة من غيرتي للمركز الأول اللي هي ود عواض بن مبارك القنوبي مع ود 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 ما شاء الله عرض مميز نهاية ولا أروع تحدي ولا عجمل في هذه اللحظات المتميزة مع هذه اللحظات يلأي للفوت يلأي للانتصار ود 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 والشاهنية ما شاء الله تبارك الله ولكن ود ود توكد الفوز تهانينا يلا العواض بن مبارك بن حمير القنوبي على فوز ود بالمركز الأول لحظات وصولها إلى خط النهاية تهانينا بعد نفس المالك ود عواض بن مبارك بن حميد القنوبي المركز الثالث يذهب إلى الشاهنية طلب الراشد النايلي بينما المركز الثالث 12 رمضان عشر انذار عبدالعزيز بن عبدالله بن حميد الدرعي المركز الرابع المركز الرابع يذهب إلى الشاهنية علي بن حمود الصغير لينيبي المركز الخامس رغم عاشرة الشيطرام محمد بزمن بلوهي العباري والسادس رغم ثلاثة كان من نصيبنا الشواسي بن عوض الرشاش توقيت 4 دقائق 1 و 4 دقائق